السلام عليكم الله يسعد أوقاتكم بأيامنا الحالية لدينا مساحات التخزين متوافرة بأحجام كبيرة وبأسعار تعتبر نوعا ما في متناول الأيدي فأنا ممكن أن يكون في عندي أني اشتري SSD N.2 بسعة 1 تيرا واستخدموا لأي شيء بديها سواء للألعاب للنظام التشغيل للملفات لأي شيء تاني فأنا إذا كنت شاري كمبيوتر لنأتي إلى الوضع الذي نحله اليوم أنا شاري كمبيوتر وجاعي نازل عليه نظام تشغيل لينوكس بشكل افتراضي طبعا هذا الكلام افتراضي يعني الكمبيوترات اللابتوبات التي تأتي مع لينوكس قليلة جدا لكن لا نقول أن هذا الوضع موجود أو أنه أنا منزل نظام لينوكس وأأخذ كامل المساحة الموجودة على الهارد الذي عندي ولنقول أنه بدي ننزل نظام تاني فلأ حتى أعمل هذا الشيء لازم أنه يكون في عندي مساحة فاضية على الهارد اللي عندي أو لنقول الخيار التاني أو الاحتمال التاني أنه أنا بدي أنقل ملفاتي وبياناتي حطها على بارتوشن تاني لحتى أعمل عملية فرمتي بدون ما إخسر بياناتي أنه أنا ممكن أني ساويها على هارد إضافي بس نقول له ما عندي هارد إضافي فلحتى أعمل هاي القصة كمان لازم يكون في عندي مساحة فاضية هاي الطريقة إذا أنا كنت شغال على لينوكس مع واجهة رسومية مع ديسكتوب إنفيرامنت لنقول إغنوم مثلا فأنا في من ضمن الجنوم في عندي أداة موجودة وما في ذلك أني روح دور على أي أدوات إضافية بس لنقول أنه أنا شغال على بيئة على ديسكتوب إنفيرامنت تانية فلازم أني نسل أداة لحتى تعملي هاي شغلة بكل الحالتين سواء كنت عمالي استخدام أداة جنوم أو الأداة اللي هلأ رح نشوفها اللي اسمها جي بارتد فهي الأداة ما بتشتغل على البارتشن اللي أنا أقلع منه على البارتشن اللي موجود عليه النظام هذا الشيء متوقع لأنه أنا ما فيني أغير مساحة البارتشن والنظام شغال النظام ما عمله ماونتد أو الهارد ما عمله عملية ماونتن فلا هذا الشيء لازم أنه نستخدم نفس هاي الأداة اللي هي الجي بارتد بس عن طريق أني حطها على فلاشة طبعا باعتبار أن الجي بارتد هي برنامج فما فيني أقلعها مباشرة من الفلاشة بس الفريق المطور لأداة جي بارتد كانوا عرفانين بهذا الشيء وعملوا ملف آيزو هو نظام متكامل بس أنا أقلعه من الفلاشة مثل ما حكيت بأحد الفيديوهات أنه أنا بستفيد كثير من أنه يكون في عندي إدراع أني جرب النظام قبل ما ثبته على جهازي عن طريق أني أقلع من الفلاشة فخلينا أول شيء نشوف أداة جي بارتد وكيف أنه ما بتسمح لي أني أعمل عملية إعادة أو تغيير مساحة أو الريسايسينج للبارتشن اللي عندي فإذا أقلعت من الأداة اللي هي جي بارتد أنا منزلها عندي على الجهاز جي بارتد أول شيء لازم أن يعطي كلمة سر لأنه هاي الأداة تتعامل لازم يكون في عندي صلاحيات روت فمعطي كلمة سر هلا تفتح الأداة وبتبلج تدور على كل الهاردات اللي موجودة على جهازي هلا بعد ما خلصنا فمسلا أنا بعرف أنه هدول كل هاي الأصص اللي موجودة اللي طالع عندي هي هاردات أو بارتشنز لا هدول كل هن هاردات لأنه ما في أي أرقام جنبها الهاردات اللي موجودة على الجهاز هلا أنا اللي بعرفه أنه نظامي نازل على الـ NVMe اللي هي الـ M.2 فهلا إذا جيت لهذه الأداة فشوف أنه بالنسبة للبارتشنز اللي موجودة عندي الـ Partition الأول الـ P1 هاد اللي خاص بعملية الإقلاع البوت هاد ما بنلمسه أبدا بس الـ Partition الثاني اللي هو حجمه اللي كبير شايف أنه اللي اثنين في جنب هن علامة مفتاح علامة قفل هذا الشيء ما بيسمح لي أني يغير فيهن لازم أني أعمل له عمليات Unmount لحتى أعمل عمليات Resize هلا أنا هون ما رح نساويها اللي بدنا يا أنه مني جي للمتصفح خلينا نأتي لجي بارتد ندور على جي بارتد هلا من هون بيجي لجي بارتد.org وبيجي للدونلود من الدونلود أنا أريد ملف آيزو ومثل ما حكيت مرة ماضي أنه يختار AMD 64 هلا بعد ما نزل ملف آيزو إما بكتبه على فلاشة أو إذا كنت أريد أن يجربه بماكينة افتراضية ممكن بس ما في أي هدف ما في أي غاية مني يعمل بماكينة افتراضية لأنه أنا أريد أن أغير حجم هارد فعلي ما بدي ماكينة افتراضية فهلا أنا رح أكتب هذا الملف على فلاشة وبعدين رح أقلع من الفلاشة ومنجي منشوف شو اللي بيصير بعد ما أقلع من الفلاشة طبعا أثناء عملية الإقلاع من الفلاشة أنا ضغطت على كل الخيارات الإفتراضية اللي كانت عمالة تطلع عندي وبعد ما أقلع يفتح مباشرة برنامج الجي بارتد أنا سكرته بس لحتى ضبطت دقة الشاشة بس هلأ مع برنامج الجي بارتد رح نشوف أنه هو تقريبا نفس البرنامج أو ليس تقريبا هو نفس البرنامج اللي كنا عمالنا نشوفه من شوي فنفس الشي بشوف أنه هون في عندي كل الهاردات اللي موجودة وهلأ محدد عندي الـ NVME وشايف أنه ما في عندي أي إشارات أي قفل أو مفتاح أو أي شيء هذا يدل على أنه إذا اضغطت بالزر اليمين هلأ شايف أنه هون ممكن أني أحذب البارتشن بالكامل بس أنا ما رح أحسب لأنه في عليه النصام رح نجي لعملية الريسايز موف هلأ لحتى أغير المساحة أو الحجم في عندي طريقتين إما عن طريق السلايدر أنه أنا بحدد الحجم اللي بديه أو بكتب الرقم كتابة لنقول أنه أنا بدي خلي بس للنظام أنا من الـ 238 جيجا اللي موجودين عندي لنقول أنه النظام بدي خليه بحدود لنقول الخمسين جيجا والباقي بدي أهم فاضين فهلأ أنا حددت الحجم اللي بديه أقول له ريسايز هلأ شايف أنه صار في عندي انالوكيتد سبيس بحجم 189 جيجا كل اللي ضل أني أعمله أني أضغط على زر أبلاي أول أوبرايشنز رح يعطيني رسالة أقول له أبلاي أبلاي ووقتي اللي بتخلص منكون جاهزين أنه نعيد تشغيل الكمبيوتر لنظامي الأساسي ورح شوف أنه ما تأثر النظام الأساسي هلأ بعد ما خلص منقول له close طبعا أبلا أرجع أعمل إعادة تشغيل الحجم الفاضي اللي أنا عملته لسه حاليا ما فيني أني استخدمه لأنه ما في عليه فايل سيستم ولا أي شيء تاني هلأ عملية إنشاء الفايل سيستم ممكن أن يساويه طبعا هو حجم فاضي ما بينتمي لأي بارتشن لأنه ما في عندي بارتشن عليه فأنا ممكن أني روح أعمل من ضمنه وأنا باللايف إيميج أني أعمل نيو بارتشن وحدد الفايل سيستم اللي بديه وأعطيه اسم للبارتشن وليبل تاج علامة وممكن أن هذه الخطوة ساويها من نظامي هلأ أنا ما رح ساوي أي بارتشن هون سنذهب للنظام لنرى أنه نظام لسا ما تأثر سنرى أنه هذا الحجم الفاضي صار متاح عندي وممكن أني أعمل فيه اللي بديه لحتى نطلع من هذه الليف إيميج فنأتي للإكسيت بالدبل كليك وبس بقل له ريبوت طبعا سيطلب مني أن نشيل اللي فلاشي وأضغط زر انتر سنرى ما يحدث بعد ما نقلع من النظام طيب هلأ بعد ما عملت عملية إعادة تشغيل أنا متى ما اللي شايف أنه نظامي يشتغل ما تأثر فيه أي شي وهلأ إذا جيت وفتحت الترمينال ورحت لتعليمة LSBLK رح شوف أنه الحجم الجديد صار هو بحدود 50 جيجا طيب بس وين المساحة الفاضية اللي عملناها؟ إذا جينا لتعليمه لبرنامج جي بارتد من جديد رح شوف أنه صار في عندي الـ Unallocated Space اللي هو عملناها بالخطوة اللي قبلها بالأساس أنا هي العملية ليش عملتها؟ طبعا غير أني يعلمكم كيف تنعمل أنا لأني بدي أفصل الـ Home Directory عن الـ Route Directory بديك تحط كل واحد فيهن على Partition لأسباب أنه إذا عملت عملية dual boot مع لينوكس ثاني وليس مع ويندوز ثاني ممكن أني استخدم نفس ملفات الـ Configuration بين النظامين بدون مكون مضطر أني أعمل عملية نسخ ولسق وإذا كنت مضطر أني فرمت الكمبيوتر بيكون عندي الـ Home Partition جاهز بس بعمل له عملية Mount وتكون الأمور بس عملية التنصيب على الـ Route Mount للسيستم الجديد على الـ Route Partition للسيستم الجديد هذا كل شيء لفيديو اليوم بيتمنى أنه يكون عجبكم إذا عجبكم مثل عدد لا تنسوا ضغط زر الإعجاب لا تنسوا الاشتراك بالقناة بالنسبة لغير المشتركين ولا تنسوا مشاركة المحتوى مع أصدقائكم وصحابكم بلتقي فيكم بالفيديو الجاية وبأمان الله اشتركوا في القناة